أهلا وسهلا دكتور علي عيساوي اختصاصي جراح النسئية وطفل أمبوب وأيضاً نحن نضطر إلى موضوع التجميل مباشرة بعد الولادة إلى أي مدى هي خطرة صحية أم لا ولكن قبل هناك دراسة انتشرت مؤخراً بتقول إلى أنه أسليباً على الحمل بتزيد الوزن أو بتسبب السمنة إلى أي مدى حضرتك بتوافقها الرأي أم لا بالنسبة للمانع الحمل أو الحبوب اللي بتتناولها لأمرأة بسن مبكر قبل الزواج أو بعد الزواج فيه إلى أسبان متعددة في منها ممكن يؤدي لزيادة الوزن الزائد خاصة البدانة بتصير عند الأمرأة بالأرداف أو بالبطن أو بتأدي إلى عدم انتظام أو بتأخر عملية الحمل لبعدين هذه الأمرأة قبل أن تتزواج نحن نصح فيها أكيد إذا بدأت تتناولها بتتناولها مع تحت إشرف الطبيب في بعض النساء أو البنات بيكونوا بعمر صغير ممكن قبل الزواج بتحب تأخر الدورة الشهرية لأسباب معينة أكيدة بتقدر تتناول هذه الحبوب لفترة زمانية محددة بس لن في حد تناول هذه الحبوب إلا مصر عنده مشاكل يا أما يطلع له حبوب بالواجه أو فعلاً بتزيد السمنة يعني وحتى تحديداً منطقة البطن عند النسائية اللي بتأكلها صحيح أدي النسبتهم هيدا الشيء النسبتهم هلا تتراوح بين 30 و40 بالمئة بس 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 30 و40 بالمئة هل هي نسبة هنا هين يعني أكيدة بس في دراسات آخر دراسات كانت تتناول النساء أو البنات اللي بيعانوا من تكايوس المبيض هؤل اللي بيعانوا السمن الزايدة والشعر الزايد وحب الشباب بسبب تكايوس المبيض أجل أكيدة بسبب تكايوس المبيض هذا سبب هذا رائد كتير صارت منطقتنا كانت منش 3-4 سنين بحدود 20 إلى 30 بالمئة هلأ بتتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة من النساء اللي بيعانوا من هذه المشكلة وإذا مالتجأت للطبيب لنقدر أنساعدها بوسائل أسباب تكايوس المبيض أسباب تكايوس المبيض بتعيد لأسباب كتير خاصة عدم الانتظام أو الأكل الصحي هلأ أكتريتهم بتعطو قصة الفاست فود أو ما بيعملوا رياضة ما لونجلال يعملوا رياضة التدخين ومنها أسباب وراطية بتكون كمان اليوم لوين صار لبنان بإمكانية بالمواد التي تطرحها بالأسواق بالنسبة لأسليب منع الحمل يعني وصلنا للشي اللي بنعطى بره بالنسبة للباتشز بالإيد بتنزرع تتسليل سنتين هذه أنا هي من زمان غير الباتشز في شي بحطوه بالإيد أكيد في أشياء في بالإيد تنحط كابسولة طولة حوالي 4 سنتي فينا نزرعها بالإيد تحت بنج موضعي وهذه أكيد بالكلينيك بنقدر نسويها هذي بنقدر بتقدر الأمرأة تحطها لفترة 3 سنين ماكسيموم وبأي وقت زعجتها فيها تشيلها عشو بتسيطر هل بيها المنطقة وين بالمنطقة بالإيد بالإيد هوني بالكتف هذي بتفرز مادة البروجستيرون الهرمون طول ما هي عم تفرز هذه المادة ما بيصير في حمل يعني بيكون عندها حماية أو في طريقة تانية اللي هي عبارة عن زرع كبسولي بالبطنة الرحم في نوعين من اللولب اللولب النحاس وفي اللولب هو عبارة عن كبسولي وهو ينحطه من 3 سنة إلى 20 سنة لماذا اليوم صار مستحب يعني أول شي صار فيه بسببالي كثير عالي للحامل عليه للإنفكشن لعدة مشاكل صحية عم تواجه المرأة من خلاله وين صار بيوم اللولب بظل هالوسائل الأخرى أيها بتعتبر نومبر وون مثلا بالطلب عند السيدات عند السيدات هلأ مش اللولب النومبر وون اللي هو هو وون على الحبل الحبل اللي بتتناوله فيه للأسف أنه بعض النساء لحالون بيأخذوا بيأخذوا هذا الدواء ولفترة طويلة بدون اللجوء لطبيب هذا بسبب مشاكل وامراض لبعدين يعني بصير في عنا ضمور بالإبادة بطل الدورة الشهرية ممكن يكون عندها بي أم أس مبكر يعني عوارد قطع الطمس بالسيران دا إيها مبكرة نوع دواء منع الحمل يتناسب مع شو؟ يعني بتعمل أنت تنسلحة تعطيار تركيبة معينة هناك ثلاث أنواع منه منع الحمل في 21 حبة هذا المركب اللي هو من الإستروجين والبروجستوران هذا بتقدر تاخد لمدة 21 يوم من الدورة الشهرية سبعتين ما بتاخد شي 21 يوم بتاخد هذا 99% فعاليته في الحبوب من الحمل اللي هي الطارقة يعني إذا صار في اتصال جنسي وما كانت تأخذ أي دواء بتقدر تاخد هذه الحبة من بعد الاتصال الجنسي لمدة 120 ساعة كما أن هادف عاليته تقريبا بـ 96 أو 97% بيقدر يساعد عمان الحمل أدي نسبة الحمل مع تناول الحبوب لأنه عندما في نسبة يعني في نسبة واحدة واحد من ألف أن تنسي حبة أو هي ما عم تاخد الحمل أكيد في أكتري الآن عبارة أن تنسى حبة نسبة كثير ما بتأيّدوا فيها ممكن تنسى حبة تصل بالطبيب بعد يوم أن نسيت حكيم وما أخدت تصل تاني نهار تقول لي أخذي حبتين مع بعض تقدر تساعدها بهذه الطريبة إذا أكتر 24 أو 48 ساعة ما عاش خاصة إذا كان في عندها بالوقت من أسليب منع الحمل إلى شفطة الضهون مع هك أسليب وأيضا بعد الولاد مباشرة إلى أي مدى أنت بتنصح فيها ننصح فيها إذا كثير هذه البدانة عند الأمرأة منزعجة منها فينا ننصح من 3 شهور 6 شهور بعد الولادة إذا كانت ولكن ليس بعد الولادة يعني يخلص حكيم الولادة يفوت حكيم التجمية أكيد لا الأفضل أنا بتعرف الأمرأة التي ترجع لحلاتها الطبيعية الرحم يرجع للحجم الطبيعي في عنا فترة 3 شهور إذا كان فيه ولادة طبيعية بيكون أكيد ممكن يكون في عنا جرح يعني ما فينا كمان هذه بتأدي لعوامل تانية ممكن التهابات من خلال عملية شفط البطن أو الدهن بدون عملية جراحية أنت أصدك أنه بص عملية شفط شفط طبون وشد بطن في كتير سيدات أكيد ما أمي فضل أنا ما حتلق النتيجة التي هي بدي علما أنه فيها طبعا بيعملوها بيعملوها موجودة أكيد لأنه الحاح المريض بس مريض يطلب لها الشهور ما هو النتيجة التي تحدث عليها 50% 40% 60% 40% 50% فقط لا تكون هي مبسوطة لا ستطلع نتيجة مثل هي بدا لماذا لا يخلق سي سكشن بلجأ العمليات جراحية تجميلية من بعض إذا كان عندها نصاحة من بعضها وكان في عندها فات دهن هي العضل إذا الجرح ما عجبها ممكن تشد تام العملية تشد مع شد العضل أكيد أكيد كيف ينسبة السيدات التي يجأ لها العمليات أيضا نسبة عالية كثير في سيدات كثير بعد أدي عمليات ثلاث شهر ستة شهر أو ينطر أول أفضل هيك لكن عندك نساء كثير عندهم الحاح أنه بعد عملية الولادة أو عملية الكيسرية يتم إجراء عملية شد البطن واليوم يأخذوا أسليب منع الحمل للحمل مباشرة لأنه تساعد على الحمل الحمل لا نستطيع نعطيه في نوع محدد للأمرأة من بعد الولادة خاصة إذا كانت ترى مرضعة أكيد إذا تبدأ تطع صدرة للبيبي يمكننا أن نعطيها دوا نحن 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 يلجأ لأسليب منع الحمل بالحبوب حتى ينظم الدورة الشهرية ويساعد على الحمل إلى أي مدى أيضا هذا الأمر يساعد هذا لا يمكننا نطبع على كل النساء على من نطبع مثل ما قلت في أول الحلقة على ما يكون لديهم مشاكل تكيوس بالمبيض هذا سبب رئيسي بعد انتظام للدورة الشهرية أو شعر زائد بالجسم أو بدانة هو بسبب مشكلة المبيض بيكون عندها نلجأ لعملي نعطيها دواء منظم اللي هو يحبوه منع الحمل في مدى 21 يوم ننظم للدورة الشهرية ونرجع إذا بد أولاد نقدر نساعد بطريقة التابعة عننا من ثالث نهار من الدورة الشهرية أو أول نهار من الدورة الشهرية نقدر نعطيها محرد على الإبادة ونحدد لوقت لل تكنية مساعدة للحمل هي ثلاثة تقريبا ولكن حضرتك أيها التي تعتمدها خاصة مع ارتفاع نسبة الزواج العمر عم نحكي سويا العمر إذا إشتلا لدينا المريضة إلى 4-5 سنين مزوجة بعمر 43-42 سنة نعطيها شهرين ثلاثة ونفضل عملية نروح على عملية الزرع طفل النبو لأنه يصير في عنا ضمور بالإبادة بهذا العمر لأننا نقدر نلحق ساعدها اليوم يعملون أصغر 29-30 يعتبرون أنه سن الزواج تلع 29-30 دغري يتوجهون يتزوج ودغري مفجر هناك الكثير من تكون مستعجلة للأسف شهرين ثلاثة لا يحبون ينطرون لكن هناك الكثير من نطرهم لحالة ترجع تحبال بدون أي وسيلة هذه عملية طفل أمبوب تتم بعد تحريض الإبادة عند الأمرأة نعطيها وسائل محددة هرمون لتقبر عندها الإبادة لتصل لحجم معين ومثل ما نرى بطريقة السوند نستطيع نسحب البويضة بقلب المختبر لنستطيع نستطيع نستطيع دراسة هذه الطريقة سحب البويضة والحجم الذي يكون حواليها كله ونختار تتم عملية الدراسة للبويضة نرى إذا لديها أي تشوهات كله يحدث في لبنان هذا موجود في لبنان من تسعين كيف يحدث هلأ بعد نسحب عملية صحب البويضة الثاني شيء يحدث عملية الحقن الحقن هي عبارة أنه بعد ما نسحب البويضات من عند الأمرأة أكيد الحيوان نقدر نفصل الحيوان المنوي المتحرك عن غير المتحرك ونفصل السائل عن الحيوان المنوي لنقدر نختار الأجمل والأحسن لتتم عملية الإكسي أي عملية التزاوج بين البويضة والسبرم إدخال السبرم تحت الميكروسكوب من خلال نيدل بتفوت بقلب البويضة هذه البويضة بعد 24 ساعة تبدأ تقسم لخليتين أو أربعة على اليوم الثاني والأفضل أنه نحن ننقل الأجنة يوم الثاني يوم الثالث وبعد الأوقات ننقل باليوم الخامس من عملية الإكسي إذا كان حتى المشاهدين أنه هذه عملية طفل الأنبوب لا يعرف شعب يشوف هلأ نحن بهالطريقة ننقل الأجنة بطنة الرحم على اليوم الثالث بدون بنج المريضة كيف تعمل فحص الإزازي أو ناخذ المسح عن الرحم نفس الوسيلة تقريبا لا نوجه أبدا بدون بنج يعني حكينا اليوم عن عدة مواضيع مع حضرتك نوضا لكن عن موضوع الحبوب منع الحمل طلعنا لعدة مواضيع إلى طفل الأنبوب شكرا لحضورك دكتور أكيد مشاهدينا ومتابعين حلقتنا لليوم ولكن بعد الباصل شكرا